السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم تكوين الأشكال للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثالث تكوين الأشكال فكرة الدرس أكون أشكالا مستوية جديدة بتركيب أشكال أو بفصل بعضها عن بعض أضع مربعين معا لأكون مستطيلا الآن المربع الأول مع المربع الثاني إذا دمجناهم رح يكون لي الشكل التالي مستطيل إذا كان لدينا شكلا سداسيا أقسم شكلا سداسيا إلى شكلين بهذا الشكل نقطعه رح يتكون عندي شكلين كل منهما يمثل شبه منحرف هذا الشكل شبه منحرف وكذلك هذا الشكل التالي الشكل كامل هذا الشكل يمثل سداسي إذا قطعنا من المنتصف رح يصير عندي شبه منحرف والشكل الأسفل أيضا شبه منحرف وقس على ذلك الأشكال الأخرى إذا كان لدينا مثلا المربع وقطعنا بهذا الشكل فصلناهم رح يمثل مثلثان متطابقان نبدأ بالفقرة الأولى فقرة أتأكد أستعمل قطع النماذج لأكون الشكل ثم أرسم طبعا عندي الشكل الكامل هو سداسي قطعنا بهذا الشكل صار عندي شبه منحرف مع شبه منحرف إذا كان لدينا شبه منحرف التالي اللي باللون الأحمر طبعا رح نقطع بهذا الشكل رح يكون لي ثلاثة مثلثات مفصولة بهذا الشكل ثم نقوم بعملية الرسم كما في الشكل الأول بهذا الشكل أستعمل قطع النماذج لأكون أشكالا جديدة إذا كان لدينا مثلثان نحن قلنا المثلثان قد يولد لي المثلثان متوازي أضلع بهذا الشكل هذه مثلثان وأيضا كذلك أربع مثلثات ممكن يكون أيضا متوازي أضلع كون بهذا الشكل هذه عندي أربع مثلثات إذن الشكل الأول بيكون ثم أسميه أسميها نقول له هنا طبعا متوازي أضلع وأيضا هذا يكون متوازي أضلع ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية أتدرب أنسخ كل شكل مما يأتي في ورقة ثم أقص عند الخط المنقط وأحوط الأشكال الناتجة إذا قطعنا طبعا هذا يمثل في الأساس الشكل رقم 6 هو في الأساس قبل تقطيعه هو يمثل شبه منحرف إذا قطعنا راح يمثل ثلاثة مثلثات إذن راح يكون الشكل مثلث أيضا الشكل السداسي سؤال 7 إذا قطعناه من المنتصف بيكون لي شكلين كل منهما يمثل شبه منحرف إذن بيكون بعد عملية الفصل أو القط راح يمثل كل شكل أو الجزئين راح يكونوا كل منهما يسمى شبه منحرف سؤال 8 الشكل التالي هو شبه منحرف قطعنا إلى جزئين إلا على اليمين متوازي أطلع هذا الشكل متوازي أطلع هذا هو متوازي الأطلع نكتب عليه واحد هذا واحد الشكل الثاني يمثل مثلث هذا هو الجزء الثاني يمثل مثلث عندي الشكل الأول والثاني والثالث هو في الأساس مثلث قطعنا إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول مثلث الأول وكذلك الثاني مثلث والجزء الثالث يسمى متوازي أطلع هذا الجزء الثالث في الشكل ننتقل الآن إلى الفقرة التالية أحل المسألة التفكير البصري خطوطا ليقسم أرسم خطوطا ليقسم الشكل أرسم خطوط لأكون شبه منحرف واحد وثلاثة مثلثات طبعا الشكل السداسي لكي نكون شبه منحرف لابد من أن نقطعه من المنتصف الآن صار عندي إلا في الأعلى شبه منحرف إلا في الأسفل شبه منحرف إحنا لازم نبغي شبه منحرف واحد فنخلي هذا إلى فوق إلا تحت نمثل فيه ثلاثة مثلثات ناخد النقطة إلا في المنتصف نقطعه بهذا الشكل إلى هذا الرأس وكذلك إلى هذا الرأس صار عندي في الأسفل ثلاثة مثلثات هذا الأول الثاني الثالث ولا في الأعلى وإش صار عندي في الأعلى شبه منحرف ونقدر نقطع الشكل من هذه الخطوط المنقطة سؤال 11 أرسم خطوطا لأكون متوازي أضلاع ومثلثين متوازي أضلاع ومثلثين متوازيي أضلاع ومثلثين في هذه الحالة ناخد نقطة هذا المكان ومثلثين 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 كذلك المنقطة هنا بيكون عندي مثلثين خليهم بهذا الشكل على هذا الامتداد هذا المثلث الأول والمثلث الثاني طبعا هنا بيكون ثلاثة وأربعة متوازي أضلاع إذن ثلاثة وأربعة متوازي أضلاع واحد واثنين المثلث الأول والمثلث الثاني في أي مكان طبعا حيث أن هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم لأن متوازي الأضلاع كل ظلعين فيه متقابلين متطابقين ومتوازعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته